السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في وصفة مريم وصفتنا اليوم هو خبز المطلوح في الكوشة بالتخميرة لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب وتفضلوا نشوفوا المغادير هنا عندي كيلو فارينا نحيت منه كوب واحد من الفارينا هذي بجدرت به هادتخميرة ضفت لها زجم غارف كبار خميرة وشوية سكر ولميتها بالمأدة في احتكولت شوية جريا غطيتها ودخلتها للتلاجة لمدة ليلة كاميلة من بعد يعني قبل ما تبدو بتعجنو تخرجوها لمدة نص ساعة هنا عندي مغرفة كبيرة فقط من خميرة الخبز عندي ملعقة صغيرة سكر وملح سب الدوق ونحتاجو كذلك الماء الدافي اللي راح نلمو به هاد العجينة نضيفو المواد الجفة ونزيدو كوب فقط من الماء هذا كبداية نعجنوها يعني كشغل نص في النص برق باش نضيفو هادك التخميرة راح تشوفوا معايا ننضيف وقتلكم غير كوب فقط كبير عجنت شوية وراح نضيف هاد التخميرة هاد التخميرة يعني تعطيكم هشاشة للخوب ستحكم يعني يجيكم اسفنجي يجيكم خفيف بزاف الان اضيفت لها كذلك كلمة وعجنتها لمدة خمسة دقايق وخليها تخمر لمدة ساعة ونص هنا بعد ما خمرت كما راكم تشوفو راح تضاعف الحجم التاحها هنا لازم يجيكم تلسق كما راكم تشوفو باش يجي الخمسة تحكم يعني خفيف هنهبطوها احنا هكا شوية وهنا نجبت شوية ما بارد على جنب ندهنو به يدينا هكذا باش ما تلسقش العجينة ناخدو كورة فرية هكذا تكون متوسط للحجم نحاولو اننا نلموها هكذا ونحطوها في هذا الطبسي اللي فيه الفارينة اذا كل واحدة واش تحب ليه تحب يعني دير سميد ترمده في سميد رقيق هكذا ولا متوسط كل واحدة كيفش تحب نحنا هنهبط في صينية سنيوة يعني تاع الكوشة هنهبط فيها شوية من طحين ابيض الفارينة وهنا نواصل الكمية اذا هاد الكمية تعمل لكم ربعة خبزات متوسطين الحجم هنا نهبطهم كما راكم تشوفوا نقرسهم ونعملهم طق في الواسط ونخليهم يخمروا لمدة عشرين حتى ثلاثين دقيقة من بعد ندخلهم الفرن على ميتين وعشرين دراجة كما راكم تشوفوا راهو طاب ما عندنا الخبز وراهو واجد كما راكم تشوفوا يعني جمشة الله بالتخميرة يعني حتى الدوق تاعو عندو طعم خاص نتمنى عليكم تجربوا خاصة الاخوات اللي طلبوهم لي ونقول لكم يا ملتقى والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة